أربع سنوات إلا قليلا منذ إعلان المقاومة وبدء العمليات العسكرية بدعم التحالف ضد ميليشيا الحوثي شهدت مسارة الحرب تحولات كبيرة أصبح الانقلابيون في موقع الدفاع وشهدت صفوفهم خسائر كبيرة كان سقوط الحوثيين وشيكا لكن وكأن التحالف وشرعية تخلي عن فكرة تحرير البلاد واستعادة الدولة فقد انتهى العام 2018 دون تحقيق منجز عسكري يذكر إلا من بعض المناطق التي انتزعت من قبضة الميليشيا وشكلت تحداثها خارطة العمليات العسكرية خلال العام كان أبرزها انطلاق عملية عسكرية محدودة النطاق للسيطرة على الحديدة تمكنت خلالها قوات الشرعية والتحالف من استعادة عدد من المناطق والأحياء وصولا إلى المطار وكيلو 16 وعدد من شوارع المدينة قبل أن يتوقف مسرح العمليات العسكرية لإفساح المجال الوساطة الأممية ودخول مراقبين دوليين إلى ميناء الحديدة عقب مشاورات السويد لا يبدو أن الملمح العسكرية لعام أفلا يحمل رصيدا يرضي اليمنيين خصوصا بعد أن تمهت إرادة الشرعية مع قرار التحالف وتراجع تحلم اليمنيين من تحقيق نصر الناجز إلى حماية ما تبقى من البلاد من أطماع الحلفاء أنفسهم ترهل مشروع التحرير حمل معه إخفاقات كثيرة اتهامات للجيش بالفساد بدأ من التعيينات والأسماء الوهمية وفساد التموين وصفقات السلاح إذ واجهت قيادات الجيش اتهامات كثيرة منها تسجيل 120 ألف جندي وهمين في مأرب وحدها ما فتح الباب إلى ملفات فساد أخرى كما يرى مراقبون وكان الجيش اليمني قد أعلن أواخر شهر أكتوبر أنه يواجه نقصا حادا في الغداء والتموين يقول مراقبون أن الغياب الرقابة والمراجعة أثرا بالغا في تفشي الفساد المالي والإداري في أوساط الجيش اليمني وأن المحسوبية لا تزال تسيطر على قرار المؤسسة العسكرية لكن معانة المؤسسة العسكرية يتجاوز ذلك ففي جنوب البلاد شاب المؤسسة العسكرية اختلالات كبيرة إذ برزت تشكيلات وميليشيات لا تخضع للقيارة العسكرية ولا تخضع للدولة تتلقى دعمها مباشرة من دول التحالف وصفتها تقارير دولية أنها تعمل على تفتيت الدولة وتقويض سلطتها أما في شمال البلاد فقجر الحديث عن ألوية تقوم على العصبوية والمناطقية وفي غرب البلاد برزت ألوية كالعمالقة وقوات طارق وهي قوات لا تزال محاطة بالكثير من الغموض حول ولائها العسكري يعيش اليمنيون حالة عنف وفوضى أمنية جراء انتشار السلاح والقوات المنفلتة غير النظامية نهيك عما وصف بعسكرة الحياة وتوقف العمل المدني على حساب تجيش العسكر كانت المؤسسة العسكرية قد شهدت عردا من التعيينات منها تعيين وزير جديد للدفاع بعد أكثر من ثلاث سنوات على أسر وزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي وتعيين رئيس لهيئة الأركان العامة ينقض العام 2018 والملف اليمني واقع في مأزق المهاترات الدولية يخوض صراعا متعدد الأقطاب يؤثر على معادلة الصراع العسكري خصوصا بعد أن خسر التحالف أكبر حلفائه وأوراقه بدءا من انسحاب ماليزيا من التحالف العربي في أواخر مايو ودعوة الكونجرس الأمريكي لوقف الدعم العسكري للسعودية كما أعلنت بلدان مثل ألمانيا وهولندا وقف بيع الأسلحة للسعودية